اشتركوا في القناة وانتهى بتعادل ايجابي هدفين لهدفين نعب الخضر رامي بن سبعيني شارك اساسيا في هذا اللقاء وكان صاحب الهدف الاول برأسية محكمة كما تلاحظون المتألق الجزائري لم يهنأ كثيرا بهذا الهدف حيث خرج مصابا قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق تقريبا رامي عانا من اصابة على مستوى الكاحل على امن ان لا تكون خطيرا ونره قريبا مع بقية زملائه بدأ نادي فياريال الاسباني تعذيرته للموسم المقبل اليوم السبق حيث خاض الفريق اول حصة تدريبية حصة تدريبية عرف التواجد المتألق الجزائري عيسى ماندي ماندي بدأ العمل مباشرة وبعسب صحيفة آس كان الاسم الابرز بين الحضور بعد غياب كثير من النجوم عن الاستعناف ماندي سيعمل اذا على التواجد في اول لقاء لفياريال والذي سيجمعه بنادي تشالسي بعد شهر تقريبا من الان في الدوري في السوبر الاوروبي عفوا ان شاء الله كشف الموقع الرسمي لنادي نابولي ان لعبه الجزائري فوز غلام تواجد يوم الجمعة الماضية في العاصمة روما اين خذ عرف عص طبي جديد لدى الطبيب مارياني الذي اجرى له العملية الجراحية قبل ثلاث اشهر الموقع الرسمي لنادي نابولي قال ان كل شيء مع غلام يسير على خير ما يرى وعملية شفائه تسير كما هو مخطط لها واللاعب سيواصل الخضوع للبرنامج العلاجي للتذكير عودة غلام منتظرة بداية من سبتمبر المقبل ان شاء الله عادت دولي الجزائري مهدي عبيد ليتصدر عنوين الصحفة اليونانية خاصة بعد الاخبار التي تكلمت عن قرب عودته لناديه اليوناني السابق باناتينايكوس بداية جويلية صحيفة سوبر داي اليونانية ونقلا عن مصادر قالت انها اماراتية قالت ان عبيد يملك رغبة كبيرة في العودة لليونان وبدأ المفاوضات في نهاية جوان الماضي فعلا لاجل العودة لناديه السابق والذي قدم معه افضل المستويات ذات المصادر تكلمت حتى عن سفر عبيد لآثينا في نهاية جوان وبداية شارج ويليا الحالي وجلوسه مع ادارة نادي باناتينايكوس على طاولة المفاوضات ومناقشة فكرة العودة الموسم المقبل اساس الفكرة ان عبيد تعاقد مع النصر الاماراتي لنصف موسم مع امكانية التجديد لموسم واحد والنصر لم يفعل بند التجديد للعام الثاني لغاية الاربعاء الماضي فقط وبعد ان فعله صارت عودة عبيد لليونان مستحيلة ادارة باناتينايكوس كذبت كل هذا السيناريو السابق وقالت انها لم تتفوض مع عبيد ولا مع وكيل اعماله من اجل العودة للفريق الموسم المقبل اما عن رؤية عبيد في اثينا نهاية جوان الماضي فقالت انه اتى لقضاء عطلته في اليونان وفقط وقد عاد لناديه الاصلي بعد نهاية هذه العطلة عودة عبيد لاوروبا كانت فكرة ممتازة لو تجسدت لكن للأسف اللاعب مستمر مع النصر الاماراتي لموسم اضافي على الاقل نشرت الدولي الجزائري عدلا قد يرعشية اليوم السبت وعلى حسابها الرسمي في فيسبوك هذه الصورة والتي جامعته باغلى الكؤوس كأس العالم التي وصلت لقطر كما هو معلوم الدولي الجزائري وضع هذه العبارة في منشوره ان شاء الله انجي بولبلوندا في اشارة لكأس العالم طبعا طموح كبير من قد يرى ولو ان بالماضي يشدد دائما على غورة الحديث عن التأحول فقط قبل الحديث عن التتويج ادل رئيس الاتحادية الافريقية لكرة القدم باتريس موتيبي بتصريحات اليوم السبت تحدث بها عن كثير من الامور التي تخص الكاف وعبر فيها عن امانيه بتتويج فريق افريقي بكأس العالم موتيبي رشح ثلاث فرق او منتخبات يرى انها قادرة على التتويج بالمونديال المقبل من بينها المنتخب الجزائري الذي يقدم بحسبه احسن المستويات قد يرى والان موتيبي الكل يتحدث عن تتويج الجزائر بكأس العالم المقبلة هل ترون انه من الطبيعي ان نتحدث عن تتويج الخضر بكأس العالم مادام الخضر لم يضمنوا تأهلا بعد للمونديال اتركوا لي اعراءكم في التعليقات بعد لونس مونفولي مارسيليا ستراسبورغ واخيرا سان تيتين ها هو نادي فرنسي جديد يدخل السباق لاجل التعاقد مع لاعب الخضر ونادي نيم زين الدين فرحات وهو نادي ليون العريق صحيفة لودي سبور الفرنسية وفي خبر حصري قالت باهتمام ادارة ليون بضم الدولي الجزائري ودخولها الصراع مع الاندير كثيرا رغبة في ضمه وهذا بفضل المستوى الكبير الذي قدمه الموسم الماضي لودي سبور قالت ان ادارة ليون ستقوم بالتحرك في حال رحيل حسام عوار اذ يتمتع الجزائري بقدرات هائلة على الجناح ويمكنه تعوذ الدولي الفرنسي والذي سيرحل بنسبة كبيرة صوبة ارسنال ليس هذا وحسب ادارة ليون ترى في فرحات لاعب جيد على الجهة اليمنى في دفاع مثل ثلاث لاعبين ايضا ومعوذ جيد لليو دوبوان الظاهر الايمن ما يجعله سفقة جيدة في كل الاحوال يبدأ نادي لاتيو الايطالي وبشكل رسمي تربصه التحذيري للموسم المقبل يوم غدين الاهد المدرب موريسيو ساري وجه الدعوة في هذا التربص لمجموعة من اللاعبين من بينهم الدولي الجزائري محمد سليم فارس فارس سيكون حاضرا اذا في التربص وسيلعب دون شك بعض اللقاءات الودية لكن هذا لا يعني بأي شكل من الاشكال بقاءة لان ادارة ومدرب لاتيو موريسيو ساري يصرون على رحيله يبدو ان مسلسل الدولي الجزائري رشيد غزال الذي طال كثيرا قد اقترب من نهايته حيث اجمعت الصحفة التركية صهرت امس وصباح اليوم على قرب انتقاله لبيزيكتاس الصحفة التركية قالت ان المفاوضات التي اجريت امس الجمعة اصفرت اخيرا عن اتفاق اتفاق النهائي بين غزال وادارة نديه التركي وهو الاتفاق الذي اتى اساسا بعد تنازل الجزائري غزال وبحسب المصادر التركية قبل براتب سنوي وقدره 2.5 مليون اورو فقط وعقد يمتد لثلاث سنوات فقط رغم انه كان قادرا على التوقع بضع في هذا الراتب او اكثر في اندية اخرى المصادر التركية دائما قالت ان وكيل غزال انوار فاضولي غادر صوب انجلترا اليوم السبت حيث سيجتمع مع ادارة ليستر سيتي من اجل فك الارتباط بينهم وبين لاعبه الجزائري ويبدو انه سيكون ممثلا ايضا لادارة فيزيكتاس في المفاوضات موقع سبوريكس ومعه كثير من المصادر التركية قال ان وكيل غزال سيعمل على جلب ورقة تسريح لاعبه بقيمة لن تتجاوز الخمس ملايين اورو وربما اقل من ذلك بكثير وربما تصل قيمة غزال فقط لأربعة او ثلاثة فاصل خمس مليون اورو مستندا على رغبة اللاعب الكبيرة الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى المصادر في صندوق الوصف لمن يرد التعمق في اخبار اليوم او التأكد منها اتمنى ان يكون فيديو اليوم قد نال اعجابكم اودعكم لنهار اليوم اضرب لكم موعدا يوم الاثنين المقبل ان شاء الله يوم غدا الاحد لن يكون هناك عدد المهم ابقوا اوفي على القناة وواصلوا دعمنا السلام عليكم